هو لقاء جهوي لفائدة أعوان الجمالك للتعريف بقانون الجمالك الجديد وأهم التدابير الجديدة التي جاء بها في صالح المؤسسة الجزائرية وهي الإجراءات المعمول بها على مستوى الإدارات الجمهورية العالمية الملتقى هو تعميم الأحكام الجديدة لقانون الجمالك وخاصة الترسيخ فهم موحد بالنسبة لأعوان الجمالك والتطبيق موحد لأحكام الجديدة حتى يكون دوني إفكاس جعل النشاط الجمهوري أكثر ملائمة مع متطلبات عصرانة الإدارة والتكفل باحتياجة النموذج الاقتصادي على ظوء سعي السلطات في بعث قطاع الاستثمار هو أحد أهم الأهداف التي ينشدها القانون الجديد القانون الجمالك من أهم البنود التي يتضمنها هو الضمان الضمان بالنسبة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بتبني المفاهيم المفاهيم الاتفاق الدولية التي أبرمتها الجزائر وخاصة مفاهيم اتفاقية كيوتو المتعلقة بتبسيط والتسهيل والمرونة في مجال الإجراءات الجمهورية توسيع مهام الجمهوري في حق الإطلاع والتحري هو أهم إجراء تراهن عليه المديرية العامة للجمالك خلال ملتقاياتها الجهوية لأجل تكريس مفهوم توسيع صلاحيات أعوان الجمالك ترجمة نانسي قنقر